السلام عليكم كيف انتموا لبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله معكم ايمان من قناة شهيوات مع ايمان صلوا لنبيك في ملعدة عن نبدأ الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراح اللي غدي نتقسم معكم اليوم غدي تكون كيكة البيضة واحدة وخمس ملاعق بطريقة مختلفة طريقة اللي الد بكتير انا اكيدة غدي تعشقوا هاد الكيكة هدي غدي تصبح عندكم ادمان حقيقي تصلاح لكم الميريندا اي القوتي او الضيوف الغفلة وحتى في الصهرات دي الرمضان ان شاء الله كتح ليخففة والديدة بزف منزدش نطول عليكم كتر ندوز نشوفوا المقادير وطريقة تحضير وكيفما العداف رجا ممتعة بسم الله على بركة الله غدي نبدأ في تحضير اول طبقة اللي غدي تكون دي الكيك طبعا غدي نحتاج فيها وحل حبة من البيض ضروري اخواتي او يستحسن البيضة ديناتكم بدرجة حرارة المطبخ غدي نضيف لها خمس ملاعق كبار من السكر الخشن اي سكر سنده ما يعادل 100 جرام غدي نذكر معكم المقادير بالملعقة وكذلك بالجرامات وبالميليلتر باش نرضيو جميع الاخوات ضيفت كيس من السكر المنسم بالفانيل لتقدروا تستبدلهه ببشر ليمون اي الحامض وغدي نضيف قبصة دي الملح سوف نطرب هالمكونات جيدا مع بعض فقط غير بالطراب اليدوي على هاد الشكل هدا من بعد غدي نضيف الزيت عندي 70 مليلتر من الزيت النباتية ما يعادل خمس ملاعق كبار كيف ما كتشاهده معايا كنا ملقوا الملعقة جيدا نعاود نطرب الكل جيدا حتى يدخل ديك الزيت مع البيض ومن بعد نضيف الكمياء دي الحليب بالنسبة للحليب كذلك عندي 70 مليلتر من الحليب ما يعادل خمس ملاعق كبار كيف ما كتشاهده معايا ملعقة كبيرة دي لطاعة فنفس الملعقة اللي غدي تتعبرو بيها غدي تاخدو بيها جميع المقادير هنعاود نطرب أخواتي الكل جيدا ومن بعد غدي نضيف النواشف هنه غدي نضيف الدقيق عندي 100 جرام من الدقيق الأبيض ما يعادل خمس ملاعق كبار يكونوا مملوئين جيدا أخواتي كيف ما كتشاهدوا معايا اوح الكأس دي العنباء يكون مملوء جيدا من الدقيق غدي نضيف ملعقة صغيرة من خميرة دي الحلويات اي بيكين بودر ما يعادل 7 جرام ما تستعملوا شي كمية كثيرة من خميرة دي الحلويات باش ما تخسر لكمش الكيكا دي لكم لانه احتى الخميرة دي الحلويات اي بيكين باودر من اللي كانزيده الكمية على الحد دياله يعني كانزيده الكمية على الكمية المطلوبة فالكيك يطلع بسرعة غير كانحل الفرن كيرجع يهود ملعقة صغيرة من خميرة دي الحلويات ما يعادل 7 جرام وهذا هو القوام ديال الكيك يكون شوي يخفيف على القوام ديال الكيك العادي غير شوية اصافي هنيا غادي نستعمل انا هاد المول او هاد البايريكس الزجاجي اللي دهنتلو فقط غير قاع ديالو بكمية ديال الزبدة القطر ديال هاد المول اللي متوفر عليه انا هو 27 سنتيمتر على الـ 27 سنتيمتر ساعملوا اي قالب بغيتونتو على شكل دائري او على هاد الشكل هادا اللي بغيتو غادي ندخل كيكا ديال الفرن اللي عندي وابارد عفوان ندخله في الوسط ديال الفرن ننشعله في الاول الفرن من الاسفل على درجة حرارة 180 درجة غير كدوز عشر دقائق كنزيد ونشعلو النار حتى من الاعلى ونخلو الكيكا تكمل طيب ديالك تاخد في المجموع 21 دقيقة حتى 25 دقيقة بالاكتر لان الطبقة رقيقة سافين بعد ما خرجت الكيكا ديالي من الفرن غادي نتقل باش نحضر معكم الطبقة الثانية اللي غادي نحتاش فيها سمية ميلي لتر من الحليب زائد ستين جرام من نشط دورة أي ميزينة ما يعادل ثلاث ملاعق كبار كيف ما غادي تشاهدو معايا ملعقة متوسطة من الزبدة ما يعادل عشرين جرام كيس من السكر المنسبة للباني واح الموزة يعني واح البانانة كيف ما كتشاهدو معايا واح العلبة ديال الزبادي انا استعملت ياغورت ايضانون بنكهات الموز بنكهات البانانة استعملوا اي نكهات قدروا تستعملوا حتى طبيعي اول شيء كناخد واحد الانا و كنوضع فيه ذيك الحبة ديال البانانة اي الموزة كنضيف لها كمياة بسيطة من الحليب الكمياه اللي عندي دي 400 ميل للي لتر ديال الحليب ضيفت لها كمياه منه كنطحل كل جيدا باش ذيك الموزة اي ذيك البانانة كتستحن مزيان في انا اخر كنوضع الكمياه المتبقية ديال الحليب ضيفت السكر اللي كنت نسيت متقسمتم شيش معكم متقسمت شي معكم في الاول في المقادير استعملت واحد ملعقتين ونص فقط من السكر الخشن اي سكر لان البانانا اي الموزة حلوة وكذلك العلبة دانون اي ياغورت حتى هو حلو فما نكتروش بزاف من السكر سوف نخلط مزيان ديك ستين جرام ديال نشط دورة اي ميزينة مع الحليب والسكر ومن بعد نضيف ديك الكيميال ديال الحليب اللي كنت حنت معه ديك الموزة ونخلط الكل جيدا ناخد الاناء ديري فقنار متوسطة مع الاستمرار في التحريك كيف ما شهتم عياه فبالنسبة العلبة ديال الياغورت اي الزبادي والزبدة والكيس ديال السكر المنسبة بالفاني نخليهم حتى الاخر حتى كذ عقد لي الكريمة عاد كنضيف ديك الملعقة متوسطة من الزبدة ما يعاديل 20 جرام وكذلك هاد الكيس ديال السكر المنسبة بالفاني نحرك الكل جيدا حتى كد دخول ديك الزبدة مع الكريمة سوف نحييد الكريمة ديالين فوق النار وغادي نضيف لها هاد العلبة ديال الياغورت اي زبادي استعملتو كيف ما اتكرت معاكم بنكهات الموز باش جيني الكريمة بنكهات ديال الموز بين بزف بغيت انتو ما تستعملو ياغورت اي زبادي بنكهات الفانيليا او اي نكافة كيبقى لكم الاختيار نصفي بالنسبة الكريمة اخواتي في الاول من اللي كنكونو كننخدموها قبل ما نضيف لديك العلبة ديال الياغورت اي زبادي كنضيف لديك العلبة ديال الياغورت اي زبادي كيرجع القوام ديال كريمي كيف ما شاهته معايا مباشرة اخواتي كنفرغوها على الطبقة الثانية ديال كيك على فكرة الطبقة ديال كيك مسقي تاشي لانك تجي خفيفة بزف بدون اننا نسقيوها دخلت الطبقة الثانية للتلاجة تبرد وغادي نحضر معكم واحد طبقة ديال كرامي اللي هو سهل وبسيط جدا وكيجي رائع كنت سباق ليتقسمت معكم السنة الماضية في واحد تحلية غادي نحتشفيه كاس الا ربع من السكر الخشن اي سكر سنده ما يعادل 150 جرام كاس مملوء جيدا من الماء كيف ما كتشاهده معايا وملعقة كبيرة من نشط دراء اي ما يعادل 20 جرام كناخد كميه من ديك الكاس ديال الماء ما يعادل 20 ميليلتر كناخد واحد كميه من نوش كندوب في هاديك الملعقة ديال النشا اي ما يزينه وبالنسبة للكميه المتبقية فانا غدي نسخنا لدرجة الغلايا باش من بعد من اللي كنضيف الماء ان الكراميل ما كيتحجر ليش الكراميل ديالي كناخد هاد الاناء اللي عندي في ديك كاس الا ربع ديال السكر الخشن كيف ما اتكر سمعكم ما يعادل 150 جرام كنوضعه على نار متوسطة ومن الحيل الاخر كناخد الاناء ديالي بهاد الحركات اللي كتشاهدوا معي حركات دائرية حتى كيدو السكر تقريبا تماما كيبقوا بعض الحبيبات اللي كنعونوهم باحل ملعقة خشبية حتى كيدو الكراميل تماما عاد كمضى نضيف ديك الكيميه ديال الماء اللي تبقى تليم ديك الميتين ميلي لتر كيف ما اتكرت معاكم كنصخنوه جدا يعني كنصخنو ديك المنزيان حتى كيف ضيغلي باش من اللي كنضيفوهن الكراميل ديال ما كيتحجر شي كمضى نضيفو تدريجيا كننقصو على النرحات كنضيفوها اخواتي باش ميطلع شي معاكم ديك البخار او ديك الربو ديال الكراميل صافين بعد ما ضيفت ديك الكيميه ديال المكاملة ضيفت ديك ربع كأس ديال الماء اللي كنت دوبت في ديك الملعقة ديال الناشا كنضيف حتى الاخر وكنستمر في تحركتك تعقد لي الكريمه ديالي كنحصل على هاد الكراميل اللي كيجي شفاف يعني ورائع لديد بزاف اخوات يستعملوا في اي تحلي يبغيتونتما او حتى في تزيين ديال هاد تحليات اللي على شكل كيكات كيجي رائع عنتما شاهدوا معايا القوام ديالو كيفاش كيجي فكيف ما اذكرت معاكم كنت سبق لي تقسمتوا معاكم في واحد تحليات اللي كنت نالت لإعجاب ديركم بزاف السنة السنة الماضية كنت حضرتوا معاكم فكنوزعوا بهالطريقة حتى كنغطي الوجه ديال الكيكة كاملة سافيو غادي تبقى لي فقط تزين على فكرة بالنسب ان هاد الكراميل فهو ما كيتماسك شي يعني تماما يعني ما كيرجعشي واحد طبقة اللي هي طبقة يعني كيبقى كريمي على شكل كراميل كيجي رائع كيف ما اذكرت معاكم لاننا محضرينها بالمك يجي خفيف في عكس اننا نحضروها بالحليب الحليب كيكون تقل شوية هذا كيجي بالمك يجي شفاف كيف ما شاهدتوا معايا القوام ديالو وكيجي خفيف حتى في الاكل ديالو يعني كيجي هيدا كاراميل كيبقاها انتم ما كيتشاهدوا معايا بالنسبة لتزين انا كتفيت باللي متوفرة عليه كان عندي اللوز كون كاسي فوضعت كمية في الوسط ديال كل واحدة من اللي غد ينقطع كل القطع غديني كمية في الوسط ديالا تقدروا تستبلوا هاد اللوز كون كاسي بالجوز جوز الهند او شوكولاتا تبشروها كوكو او شوكولات اللي تحقوه وتوضعوها على هاد الشكل هذا فكنتمنى هاد الكيكة تجربوها حقا كتستحق التجربة كيكة رائعة جدا لديدة لديدة بززف اخواتي خفيفة وما كتجي شي عالية ما كتجي شي طلعة بزف كتجي على هاد الشكل هاد الصمك ديالا فكيفما اذكرت معكم في اللول ديال الفيديو غادي تصلح بزف للصهرات ديال رمضان ان شاء الله كتحلية عائلية كتحضروها كبيرة ومبعد كتقطعوها او تقدروا تحضرو يعني قوالب اللي هي صغيرة فكيبقى لكم الاختيار اخواتي بالنسبة للقوالب فكيبقى لكم الاختيار كيكون هادا والشكل ديالا نتمنى كيفما اذكرت معكم جربوها انا اكيدا غادي تعجبكم كيفما كانت عجبتكم الكيكة ديال البيضة واحدة اه وخمس ملاعق ولكن بطريقة مختلفة سفي الفيديو ديالي والاقتراح دياليوم حتى اللي هنا يوكيكون تسلا نتمنى يكون اعجبكم اذا اعجبكم اخواتي ما تنسوا منيش كيفما العذاب للايكة ديركم تعاليق الجميلة تبرتجيوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديركم عواشركم بروكا نراربكم موعد حتى الفيديو اللي مجي ان شاء الله احبكم في الله وبسلامة